كي يبدأ الفيلم دينا مع ابن صغيرة اسميتها هايدي وفي عمرها 8 سنين عايشة مع خالتها ديب مرممات وليديها في واحد النهار خالتها جاءت خدمة في بلاصة بعيدة وما غاديش تقدر تأخذ معها هايدي فاضطررت ديال عن جدال اللي عايش بوحده في واحد جبل والناس ديال القرية كلهم ما كيحملوش واحدا والدو كان قاطع مع اهلها دراح تامات ديب جابت ليه البنت وقلت ليه يخليها عنده حيث عندها خدمة خاصة مشيليها هو ما بغاش يشده وجرع ليهم بجوج ديب ما عقلتش عليها قاع اعطاتها حويجة وخلتها ليه حضا الضار ومشيت الجد خرج بشير جعاليها فالقاها هربات وحتى هو ما تصوقش اللي بنت وخلها على بره ودخلصت عليه بقات هايدي كتضق عليه ولكن ما بغاش يفتح ليها فمشت كتقلب حتى لقات زريبة دياله ودخلت نعسى تتمة في صباح جا عندها جدا وجاب لي هكذا ديال اللي بنت شرباته وقال لها يالله نمشيو عند الكاهين باش يقلبليك على عائلة اللي يتبناك حيث ما غاديش نقدر نربيك انا هايدي بقى فيها الحال حيث لا جدا ولا خلتها مبقى وش بغاوها مراهخ دياله عند الكاهين اللي يقلبها وقال له كتبالي في صحتها مزيانة وغادي نلقى لها اللي يتبناها ولكن غادي ياخد هذا شي شوية الوقت الجد قال له خداية والوقت حيث ما غاديش نرجعها معايا الكاهين قال له راح فيتك هادي وخاصك تربيها وقال له خليها عندك واحد لمدة إلا ملقينش لها عائلة غادي ينطيوها الخيرية وفعلا الجد اخداها معاها للدار منين وصلوا ودخلات لقى الدار ما نفرشاش وكل شيء منه غير حاجة وحدة كاينة نموسية وحدة وكرسي واحد وفوتوي واحد يعني هي ما عندها فين تقلس طلعت قلبات في الطبقات الثانية اللي لقاتها معمرها بالتبن ديال الربيع فقلست فيها باش ما تصدعوش هي طلبت منه ما يدهاش لدار الايتام ولكن بقى غير كيشوف فيها ومجاوبهاش الغدليه فقط على صوت واحد الولدسميتو بيتر وفي نفس العمر ديالها داز من احدهم كيرا على المعيز دياله واخدام معه حتى واحد المعزة ديال جدا خرجت عنده هايدي وتعرفات عليه وبقات كتجير وتلعب في الطبيعة مع المعيز وعجبها الحال بيتر القصة ديالها ففتحوه واخدام منه الماكلة اللي كانت جايبة معها كلها منين جاتوا سهولة عليها قال لها يمكن الماعزه وملك لها وهو ما قالت سين واحد جوج من الماعز ضاربه وجابه يترفرقهم بالعصى هايدي بدأت كتبكي وقالت ليه ما يبقى شي ضاربهم ووعداته اللي يسمع ليها تبقى جيب ليه ماكلتها وتقسمها معه هو سولها كيفاش عيش مع جدها وتما قال لها السبب اللي مخليح تحد في القرية ما حامله ولا بغي يهضر معه حيث فيها يتقاتل شي حد وانصحات رد البل منه هايدي خافت من هذا الشي وفشر جعات للدار وحتليها جدها الماكلة هزتها ومشت طلعت حيث خايفة تقلس معه وقالت ليه سمشيت نعص في الزريبة هو شف الخوف في عينيها وعرفها سمعت الإشاعات اللي عليه فقال ليها معمرك تقي في ذلك الشي اللي يتقال وخليك ديما تحكم على الحويج من ذلك الشي اللي تشوف عينيك ويحس به قلبك هايدي أول مرة تحس به حنين وجرت عنده وعنقاته ومنين حسات بالآمان طلعت نعصات في بلاستها الغدت ليه تلقات بيتر عاود وقالت ليه باللي قريب سيتبنها شي عائلة هو تأصب وتقلق حيث ما بغيهاش تمشي ومنين رجعت للدار لقى جداه صوب كورتي تاني بحسابها ففرحت به ومنين جاء قالها بلي غدي خليها معاه وما غديش يتخلى عليها حيث بدك يتعلق بيها هايدي فرحت بزاف ومشت عند بيتر قلت لي بلي ما بقيتش غدي تمشي هو قلها أنا داب اللي غادي حيث وقت المدرسة ديالوجا وخصو يبدأ يمشي للمدرسة رجعت هايدي للدار وطلبت من جداه يخليته يتمشي للمدرسة بحل بيتر فقلها بلي المدرسة الوحيدة اللي كاينة بعيدة بزاف عليهم وما غديش يخليها تقدر تمشي وجيح تخايف عليها فما كان عليها مسكينة غير توافق هو بدك يفكر يعمر لها وقتها باش ما تحس بالمالل ولا فيما كيخرج كي يدها معاه ومن كانوا كيدوزوا من القرية هايديك تلاحظ من نظرة ديالنس الجدهة فشجع الدار صوب لها كورسي ديالتز حلق وبدأ كيزلق هو ويها في التلج وهذه اول مرة الجد يحس برسه كيعيش مرمدوا وزحياته وغير بوحده وفشسالة واخدها لدار بيتر باش يشوفوا بعضياتهم حي تموت دم تشوفه وهم فرحوا بزاف حي تلاقاو وقلتوا ضيفاتهم جدات بيتر اللي كان طايح لها فمها مسكينه ويجيها صعيب التاكل وهايدي بقيت فيها بيتر بدك يعود لها على المدرسة ودك شي اللي يقراه من بعد خدها جدها فوق داره باش ميدروا هاش رجليها ومشاول الدار ومرمداز تموت دار جعدي بخالة هايدي وقلت للجد باللي جات تاخد هايدي معاها هو ما بغاش وقال هالله حفيتتي غدي تبقى معايا ولكن هي بقت مخبعة بين الربيع احتشفتها جات وقلت لي هاراني لقيت لك عائلة لباس عليهم غدي يتبناوك ويربيوك مع بنتهم اللي قدك في العمر وغدي يدخلك للمدراسة هايدي قالت لي هالله أنا بغيت نبقى عايشة مع جدي وهنا دي بكتبات عليها وقلت لي هاراني جدك موافق وهو اللي قل نقولها لك هايدي طقت فيها ومشت معاها وخابق فيها الحال على جدها وفي البلاصة دي بجرات البنت حتى وصلت للمحطة ديالتران واركبوه ومشاو هاي دي بقد كتشوف در جدها اللي في الجبل وهم غاديين جدها منين جاي سول عليها بيتر عرف خالتها داتها وهبط مسكن كي يجري يلحق عليها ولكن مشى الحال وكانوا بعده فرجع للدر وهو كي يبكي عليها دي بوصلت البنت للدر جديدة ديالها وعرفت على المربية ايمي اللي غير شافتها لم حملتها من الحويج ديالها دخلاتها تعرفت على بنت مول الدر اللي اسميتها كلارا اللي كانت في نفس العمر ديال هاي دي ولكن كانت مشلولة وهناك نشوفو ديب قبل ما تمشي طلبات من ايمي الفلوس اللي تفقوا عليها مقابل هاي دي يعني باعتها ليهم مورها بدت هاي دي كتلعب وتهدر مع كلارا ولكن جات ايمي قطعتها وقلت لها في هذا الدر منوع الجري والهدرة بالجهد والصداع وحتى فاش قلتوا يتغداو هاي دي بدت كتاكل على راحتها ولكن ايمي قلت لها ماشي هكا كناكلو فبدأت تقول لي هكيفش تصرف حتى جاه المالال والنعاس من هدرتها لغدت لي هالخادم البسول هاي دي حويج جداد ومنين قلسوا يفترو وبدأت كلارا تتعلم فيها الطريقة ديال الماكلة من بعد كنت عندهم حصة مع الأستد ديال كلارا اللي جاب غيقريهم فالقا هاي دي ما كتعرف لا تكتب ولا تقرحتها حرف هو تعصب حيث منطر يعود معها من الأول منين نبقى وغير بشوش كلارا عودت ليها على الموت ديال أمها اللي صدمها وخلها تبقى حزينة عليها حتى الواحد الصباح لقات راسها ما قادرها تمشي ومنتموها في الكرسي المتحرك وبالنسبة لباها دي ما خدموا وما يجيش للدار ودابا عيش غير مع الخدم ديالها في هذا الدار وحتى هاي دي كانت مازالة موحشة جدها وعيات من الخنقة في هذا الدار بغت تفتح السرجم باش تطلع على الجبل اللي ساكن فيه جدها ولكن ما قدرتش ثم طلبت من مارك رئيس الخدم يعاونها هذا مارك كان ضريف وكتبقى في هاي دي فعاونها وفتح لها السرجم ومن ان طلعت غير ديور دائرين بهم وما قدرتشوف والو مارك قال له هاي لابغيت تشوفه جبل خاصة تمشي البلسة عالية ووراها وحد الكنيسة فيها برج عالي بزاف لغت لي قبل ما يفقه الخدم هاي دي اخذت كلارا وخرجه من الدار ومشات بها لحد هذه الكنيسة وقلت لي هادس انها على بره و هي ترجع عندها من بعد فقلبت عليها الدار كاملة ومنين ما لقيتها تخلعت بزاف وعيطت على مارك يقلب عليها هاي دي كانت ما زالك تقلب في البرج من بلاصة لبلاصة وما زال ما قادرت شوف الجبل حيث ديور كثير بزاف وهنا عاد عار فترا صارها بعيدة بزاف على جدة فتقلقت ورجعتها بطات عند كلارا هنا مارك لقاهم وفرح حيث تلقاهم باخير ورجعهم للدار تلقات لهم ايمي و هي تغوض على هاي دي ثم بدت تعتص حيث كلارا اقبت مع هجوش قطوط صغار و ايمي كان عندها حساسية وفوبيا منهم مارك خدمتها القطوط وقال لها سيردلهم البال من بعد قلتوا يتغداو و ايمي عقبت هاي دي و لم تتاكلها و خلتها وقفتها وكتشوف في الحيط هاي دي لم تبقى مرتاحة لهذا الشيء فبدلت حويجها وقت ترجع تعيش مع جدة هزت حويجها وقت خارجها ثم حبستها ايمي وقلت لها ما عندك فين سيتمشي واذا تريد تنشي حتى ترجع لي خالتك الفلوس التي أعطيتها و هنا جاءت كلارا و رأيتها جمعة حويجها فبدأت تبكي حتى صديقتها ام تريدها ستتخلع عليها هاي دي مور الهدرة ايمي وكلارا رجعت و أردت لها لقيت كلارا مريضة بسبب ما كانت تدير البارح هاي دي بقى فيها الحال و حساسة بالدم و قلت لها صافي سنبقى معك و لا سننشي امور مدة قصيرة جاء سيمون باين كلارا من صفره مع أمه دخلوا و تعرفوا على هاي دي و فرحوا أن أجدوا كلارا و بدأت حالها تحسن بسبب هاي دي و لكن جاءت عندهم ايمي و قلت لهم رأي هذه البنت لا مناسبة لكي تكون صاحب كلارا من قاعد النواحي و حتى القرية لم تريد تقرأ الجدة والأب دخلت لهم هاي دي للخطر و قالوا لأيمي سنعطيها فرصة و نرى ما يمكن تدير في الليل جاءت عندها جدة كلارا و قرأت لها قصة و عندما تريد تنشي قلت لها هذه القصة حاولت تكمليها و تقرأها بوحدك لتطوري من رأسك و فعلا هاي دي تحفزت و بقيت الليل كله و تحاولت تقرأها حتى الصباح لغد لهم كانت عندهم الحصة مع الأستاذ هاي دي قرأت عليهم بلحدة مشكلة ذلك الساعة العائلة كلهم فرحوا و صفقوا ليها من غير إيمي حيث أصلا ما تحملها في الليل الخدامة فقوا على صوت فشكل في الدار و لكن ما القواله و هو ما حسبهم بالليل أشباح و سيمون قال لهم لا يقولوا هذا الشيء للبنات لكي لا يخافوا مورشيامة جدا سكلارة كان خاصة ترجع لدارها و قالت لسيمون من الأحسن أن يرجع هاي دي لعن جدا حيث عندها حزن كبير في قلبها و لا ينفع شيء يسبقوا مصلحة بنتهم على هاي دي و لكن سيمون لم تقبل الفكرة حيث بنته عاد بدتك تتحسن بسبب هاي دي يعني لا يقدر شيء يرجعها في الليل كان قلت يهدر مع صاحبه الدكتور تم سمعوا و عودتاني هذا الصوت خرجوا و تبعوا الصوت فلقوا هاي دي مشتحت لحدة باب الضار و عودت رجعت لبيتا الدكتور قال له البنت رأي كنت تمشى و هي ناعسة و من ينشفوا الصاكة ديالها لقواها جامعة الخبز الذي يرتب هي فاقت بهم فسولها الدكتور ماذا تدير بالخبز هي قالت له جامعة جدا ببيتر حيث ما تقدرش تتاكل و سولها كنت كنت تحلمي فقالت له كنت كنت نحلم بجدا هنا الدكتور قال لسيمون البنت فعلا إذا كانت تقدر توقع لها شيئا نفسيا و خاصة كدابة ترجعها عن جدا في النهار الثاني سيمون اقتنعب هدرت صاحبه و قال لبنته الذي سيجعل هاي دي ترجع عن جدا ولكن كلارا تأصبت بثاف و بقيت غير كترس في الماء عن حداه و مشات لبيتا و سدات عليها و أخاها كاك سيمون بقى في الرأي دياله و قال هل هاي دي اللي فرحت بثاف حيث هذه أمنيتها من نهار جت لهنا و من جمعات حويجها طلعت تودع كلارا ولكن ما بغتش تفتح ليها الباب فهدرت معها غير من بره و مشات خرج سيمون و أعطاها بثاف ديال الخبز رطب و ودعها و هي قلت له يخليك لا رجي تشوفها مرة مرة ادها مارك فتران حتى وصلها للقرية ديالها و ودعها و ومشى الناس ديال القرية من يشافوها وشافوا اللي بس ديالها بقى مجموعين عليها حتى جاب بيتر اللي شافها وفرح بثاف خدها ومشى و دارهم هي أعطت لجداته الخبز اللي جابت ليها ومسكينة وفرحات به بثاف من بعد مشات عن جدها وقبل ما توصل عنده حيدات هذوك الحويج ولبسات حويجها العاديين جدها غير شافها مطيق شراسه وفرح بثاف وحتى هي فرحات ورجعت هايدي كتعيش حياتها كيف عجبها مع جدها ومرمجة فصل الشتاء قررنا لجدها بطل القرية في نعيشين الناس وبنات مدار لهم على حساب هايدي باش تقدر تمشي للمدراسة في المدراسة الأستاذ سولها كيف تكون مني تكبر هايدي قلت لي أن تكون كتبة القيصص تريري بقى ويضحكوا عليها حيث الفكرة الوحيدة التي كانت عند كل شيء هي يخدمون نفس الخدمة وليدهم ويكونوا شبغينهم من بعد هايدي كتبت رسالة لكلارة كتبت لها بالتي توحشتها ويريدت ترى جدة كلارة هي اللي قرأت لها الرسالة وقلت ليها ماذا كنت ترى لها وفعلا لغت ليه جاوب جوجل عندهم حتى القرية البنات غير طلاقة وفرحوا بثاف حيث توحشوا بعضياتهم بلا قياس قلتوا يلعبوا وجدة هايدي قلت مع جدة كلارة هي قرأت عليه يجعلوا معهم كلارة شيئامات ومن بعد تراجع تأخذها والجدة وافق على هذه الفكرة البنات تبقوا يلعبوا وهايدي قلت كلارة تدير شيئا خارجين على ذلك اللي موالفة وقلت الأول مرة تعيش حرة لقيود هذا شيء قلت كلارة ترتاح بثاف ودوزوا يامات مع بعضياتهم ولكن بيتر بدأ يحسس بالغيرة وقلت كلارة اخذت بلا قصته عند هايدي حيث لم تكن تخرج عنده وقلت لهم حتى تدخله ورمى لها الكرسي من فوق وفشفاقه وقلبه على الكرسي لم يتوقعه فتر الجد يزافه ومشوا كاملين في انكار عب بيتر الجد يضعوا عند بيتر وقلوا لهم عارفك ماذا قدرت وقلوا لهم البنات قدامك وقلت كلارة قلت قبلها مع الطبيعة والورد وبدأت تحس بالحرية التي تقول لها هايدي وقلت لها فرشة على رجليها وحسيت بها ثم تصدمت كيف حتى حسيت بها حيث لم تكن تحس برجليها في خطرة وهنا بدأت توقف برجليها بشوية وتكت على واحد الحجرة وبدأت تتمشى هذه من انشافتها واقفات تصدمت كثير منها حتى هي ومشت تجري عاوناتها وجحت بيتر شد فيها من جهة الاخرى وبقلوا عاونه هي تتمشى وهنا جببها وجدتها بالعودان حتى الجبل وكمبها معصب من هذه الحالة التي تعيش فيها بنته حيث تأتي حياة بيدائية ولكن تصدمني انشاف بنته وقفة على رجليها وبكى بالفرحة جدت كلارا شكرت هايدي حيث هي السبب حتى تحسنات الحالة التي حفيدتها وعطتها قصة كاكادو ولكن من فتحتها هايدي لقيتها خاوية فقلت لها الجدة هذه القصة التي ستكتبها كما تتمنى ومن بعد خداو كلارا ومشاو كل شيء كان فرحان أما هايدي قررت أن القصة الأولى التي تكتب هي القصة ديالها وحنا تسهل الفيلم ديالنا نتمنى الملخص يكون أعجبكم وما تنساوش تفرجوا في الملخصات الفايتا وديروا اشتراك باش تفرجوا في الملخصات الجاية تهلاو ونتلاقاو في الفيديو الجاي ترجمة نانسي قنقر